هذا هو رشيد طبي خليفة بالقاسم زغماتي على رأس وزارة العدل عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأربعاء رشيد طبي بصفته وزير للعدل خلفا للوزير السابق بالقاسم زغماتي وشغل الوزير الجديد للعدل منصب رئيس أول للمحكمة العليا بتعيين من وزير الدولة الأسبق عبد القادر بن صالح بتاريخ 15 جواء 2019 خلفا لسليمان بودي طبي خريج مدرسة الوطنية للإدارة فرع القضاء سنة 1938 متحصل على ديبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العامة بكبيك كندا تقلد عبد الرشيد طبي عدة مناصب منها أمين عام للمحكمة العسكرية بالبوليدة وكينا للجمهورية بكل من محكمة سيدي إيسا محكمة سر الغزنان ومحكمة بوسعدة ومحكمة بحجار بالإضافة إلى شغله نائب عام مساعد بمجلس قضاء السطيف ونائب عام بمجلس قضاء أموب واقي وقضاء البويرة كما شغل منصب مدير موظفي إعادة تربية بوزارة العدل وكذا رئيس ديوان وزير العدل حافظ الأختام ومحامي عام ونائب عام مساعد بالمحكمة العليا بالإضافة إلى هذه الأشغال شغل رئيس ديوان حكومة أحمد بن بيتور ورئيس ديوان وزير مجاهدين ورئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الوطني كما شغل منصب أمين عام المجلس الشعبي الوطني ومدير عام للعلاقات الدولية بالمجلس الشعبي الوطني وشكرا